اشتركوا في القناة 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 من حسنات الحجر المنزلي بكورونا شفنا كتير ناس اكتشفت حالة يمكن اكتشفوا موهبة عندهم صارت هي شغل لقلهم طوروا حالهم أكتر وأكتر وفي بعض الآخر يمكن ما قادر استفاد من هيدا الظرف وفي كتار كانوا ضيوفنا مثلك ريان اليوم انت عم تحتفل بهيدا الكتاب قبل خبرني مدرستك قده هي مبسوطة فيك وقده صرت هيك مثل سفير لهالمدرسة لأن رح بتكون بخمس الشهر بالليبيال بمعرض الكتاب أنا بوجه تحية كبيرة للمدرستة البزانسون بعبدات عن جد هي دعمتني ساعدتني كتير معلم قصص من وراء المدرسة يعني وقايا عن جد فخر وأكيد انها مبسوطين أنا رح يكون عندي كمان افتتاح تاني بالمدرسة كمان رح يملو لك عفل توقيع زبط لتطلق الكتاب مين ساعدك على طباعة الكتاب ونشره بحيي دار سائر المشرك هن تبينو الكتاب وكمان بوجه تحية للبوك اديتر كارين كيوين و لا استاذ عبدو هاشي من الدزاينر طبعه روعة يعني الشغل روعة اللي بيشوف الكفر متل ما عم شوفو هون يعني عن جد ما بعرف نحنا شو فيه براس المراهب مزبوط ما هيك؟ في كتير قصص في كتير قصص ومشعبة ونحنا عم جارب نتفوت القراية فيها نعم يعني حطيتها بطريقة هيك ان رلياف حتى يعني تعطيها مجال للشباب والصبايا يكونوا عم يتوجهوا لهيدا القراءة بعدك عم بتكفي حياتك طبعيه دراستك مواهبك هيوياتك ما أخدتك من شي يعني من العيلة من اخواتك امك وبيك لا بالعكس فيه هيك بيحكي عن البريوريتيك كيف تقصيم وقتك كون في اكليبر اي كون في اكليبر بين كل شي ولا بالعكس أنا بعدنا هيك الهوبيز السبور التطوع العيلة بعدها كل شي مهم عندي يعني بينك وبين رفقاتك حسيت حالك هيك انه انت الليدر انه صار عندك كتاب وقريت كتير كتب وانت يمكن بتوجههم وبتنصحهم وبتدلهم على طريق يمكن بتريحهم نفسيا لقلهم بالدرجة الاولى لا قوي انا بالله هيكي مع ما مش انه انا ركزت مش شوفت الحال مش شوفت الحال اقول انه مقصود بانجازك اللي عملته اكيد انه هيكي مجرد تنقلونيه مجرد تنقلونيه ومجرد بساعد انه مجرد انه كيف تفاعلوا معك ريان تفاجأوا حبل حبل خبرية ومن نقروا الكتاب وكتير حبل شو مكتوب يعني رح يكونوا دعمينك بالافتتاع اكيد اكيد اوه ادي شعورك حلو يعني شاب بعمرك اول كتاب لقلك قلت اللي ممكن يكون فيه تجربة تانية رح يكون فيه اقبال على المعرض احساسك شو انت وقاعد عم تعمل السيناتور على الكتاب برأيه رح يكون شي كتير حلو وهيك انا زي بدك كتير من بوسط وقته حاض يقل لي انه واو وهيك عن جد هايك عم بتحمسني اعم وانا شو بحاب عم تدفعني لاتحصن هيدا احلى شعور بحياتي انه كون قدرت اوصل لحدا هايك ساعده حطيت هدف لبكرة شو يعني بس تخلص الترمينال عارف حالك لون رايح بلشت تحضر حالك تتواصل مع جمعات حسب الاختصاص اللي رح تختاره انا بدي روح الهندسة شو بعيد عن الموضوع بس اي انا الهندسة هايك هايك حلم عندي تير حب مأثر بحضا اه بي كمان انا مهندسة بس لا انا اخذت القرار هيك بحب الهندسة فيها مجالات واسعة و اي بعتقد المستقبل فيه هندسة انا هندسة ميكانيكا بعدين مستقبل روبويات فبعتقد انه رح يمشي الحال رايان نحنا خلص وقتنا معك بدألك مرسي لحضورك معنا نتمنى لك التوفيق لتوقيعك كمان